بسم الله أبو الإبن والروح الخدس الإله الواحد أمين النهاردة عاوز أكلمكم في موضوع سميته سبعة لماذا مع عيد الميلاد دايماً في تساؤلات مشهورة وأنا هعمل مراجعة لسبع أسئلة مشهورة بتعدي على دماغنا كتير ونحاول كل سؤال ياخد له خمس دقايق في الإجابة كده لأنها أسئلة في رأيي هي أسئلة لاهوتية البعض يعتبرها فلسفية إنما هي أساسية لأنها أي مسيحي لازم يعرف يجاوب على الأسئلة البديهية أول لماذا؟ وربنا خلقنا ليه وإحنا داخلين على عيد الميلاد دايماً نرجع القصة من أول إلى آخر ربنا خلقنا وبعدين بوزنا الدنيا وبعدين قعدنا مستنيين لغاية ما المسيح جاه وخلصنا وجاي تاني ياخدنا هذه القصة من أول إلى آخر طب ييجي السؤال بقى لكتير من الشباب بيسألوه دلوقتي هو خلقنا من الأساس ليه؟ وتعاتي فلسفوة ما كان عارف إنها نغلط ما كانش خلقنا أساساً هو الحالة ما كانش خلقك ما كنتش أساساً سألت السؤال ولا صعد تعطنا ولا كان يبقى فيه موضوع أساساً لكن هو لما خلقك بقى فيه سؤال بصوا إجابة هذا السؤال المهم وفي نفس الوقت بسيط جداً تنبع من الحقيقة العظمى في المسيحية الله محب أي إجابة تخرج بين الله محبة يبقى أنت إجابتك نقص يعني برضو خلي بالكم في اللهوت المسيحي الأرثوذكسي أي إجابة لأي سؤال يبدأ بليه لازم يكون مرتبط بالله محب تاني أي سؤال يبدأ بليه في الفكر المسيحي لازم تبدأ الإجابة بالله محب بمعنى لأن ربنا كل حب يبقى منطقي أنه يوجد إنسان يتمتع بالحب أنت كأب يوم ما جبت عيل صوهير جبته ليه ما تقوليش الإجابات الفرعونية بتاعت عشان يورسني ويخلد اسمي وكلام غريب كده أنتك أساساً كنت فرحان بالعيل اللي شلته عشان بتحبه إنما ما خدتش منه غير الكافية بعدك لكن أنت كنت بتحبه يبقى أساساً إحنا نفسنا بينجيب عيالنا عشان إحنا جوانا حب لو فكرت فيها هي أساساً عملية الخلف دي مرتبطة بأن جواك حب بيطلع في عيالك ببساطة فربنا خلق الإنسان لأن الله محب طب محبة ما بتطلعش عيال طب ما تبقى معناها إيه دي يبقى فيه حاجة مش مفهوم يعني بيحب نفسه بس تبقى مش طبيعي لكن الله محبة يبقى خلقنا نتمتع بالحب فلو قلت الإجابة ربنا خلقني أتمتع بي صح ربنا خلقني عشان بيحبني قبل ما يخلقني صح ربنا خلقني عشان أعيش معاه للأبد في حب صح يبقى إياك تجاوب إجابة تطلع أن ربنا مستفيد من خلقتك لمو أخذ يعني ما بلبخش ولا حاك بس نقصد إيه لا هو مش مستفيد هو خسران على طول الخط لكن الحب ما بيضغرش على الفايد فالحقيقة إحنا اللي استفادنا مش ربنا اللي استفاد فهمتوا المعنى اللي يقوله القديس ريغوريوس لست أنت محتاجا إلى عبودياتي بل أنا المحتاج أنت مكنش نقصك حد عشان تخلق إنما أنا تخلقت عشان أنا اللي أخذ أنا اللي أكسب أنا اللي أتمتع من هنا نفهم الحقيقة الأخرى في المسيحية أن الإنسان خلق ليكون ابن لله عشان دي مهمة في عيد التجسد من الأول كده البلان كان إيه إن ربنا يجيب إنسان يخليه ابنه ربنا ما أصدش بالإنسان يبقى مجرد مخلوق لا عنده شجر وعنده غنم وعنده حيوانات إنما الإنسان مخلوق فريد لأنه من الأول عاوزوا ابنه عشان كده خلقوا على إيه على صورته ومساعد واللي كشف دي إنجيل له أو هو بيصعد بالنسب يقول فلان ابن فلان ابن فلان ابن آدم ابن الله يبقى آدم خلق ليكون ابن لله كونوا باعل بنوا وقال مش عاوز أبويا وعمل زي الإبن الضال وطفش من الجنة ماشي بس ده ما لغاش إن موقف الأب من الأول كان عاوز آدم يبقى ابنه وبيعمله هو وحاوق ولاده اكسرة أسمرها املأ الأرض وورثوا أنتوا صحاب المكان مش ولاده كلم معهم بحب بيديهم حرية شديدة جدا لأنه أب الأب يدي حرية ويدي كل حاجة لولاده حتى لو جي على نفسه فدي وطح خلقنا ربنا للحياة مش للموت فلسفيا النهاردة أغلب الإلحاد بيقول لو ربنا موجود يبقى ربنا خلق الإنسان ليموت لا دي كذبة من الشيطان الله خلق الإنسان ليحيا والإنسان اختار الموت لنفسه احنا بنقول في القداس أنا اختطفت لقضية الموت الموت دخل للعالم بحسد مش بخطة ربنا مش بقصد الله ربنا لما خلق آدم وحاوا خلقهم عشان يعيش كونه عارف بقى ده مضوع تاني لكن هو ربنا ما كانش قاصد انه يتخلق آدم عشان يموت لا الموت دخل دخيل بسبب حرية آدم وبسبب حسد الشيطان وعشان كده ربنا بيتجسد عشان يرجع نفس القض المسيح بيجي ليه عشان يرجع الحياة الموت سيطر عالدنيا طب المسيح جاي لنا ليه التجسد يتولد ليه عشان يعطي حياة أبادي يعني ربنا جاي عشان الحياة الحياة أظهرت جئت لتكون لكم حياة انتم ميتين سيبقى من البداية إجابة سؤال ليه ربنا خلقنا ببساطة بيحبنا عملنا ولاده عاوزنا نعيش معا للأباد طيب سؤال تاني ليه المسيح تجسد برجو أنا بقول إجابات بسيطة جدا عشان نراجع وإحنا دخلين على عيد الميلاد فرحة العيد كلنا حافظين بنقول في اللحن جاي أك إي أك سوتي أمون أك إي إي يعني جاي أتا أتا وخلصنا يبقى أتا ليخلصنا هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلصنا عمل نازل من السماء تجسد يبقى عندنا في حب الحقيقة نعمل واضح صريح بتقول الإجابة من أجلنا ومن أجل خلصنا نازل وتجسد يبقى التجسد من أجل خلصنا يبقى لما تقول تجسد ليخلصنا صح بن قسين يعني ليفدينا صح يموت عشاننا صح يدينا طبيعة جديدة صح يدفع تمن خطيانا صح ضمنية نفس الإجابة واضحة يبقى مجيء المسيح من أجل الخلص الخلص من إيه من الموت من الفساد من الخطي من النهاية السيئة اللي احنا جبناها الروحنا يبقى جاي خلصنا من عميلنا جاي خلصنا من الموت اللي سيطر علينا لكن القديس أساناسيوس بالذات وقديسين الكنيسة قالولنا لقل واحد يظن إن المسيح جاي يموت فما كانش له لزوم يعلم مثلا أو يوعظ أو يعيش لا هو جاي يعيش عشان يعلمنا نعيش إزاي يبقى التجسد كمان في هدف آخر جانبي إنه أنا لما شفت المسيح كإنسان عايش إزاي أقدر النهاردة أقول لكم يلا أنا وأنتم نعيش إزايه لأنه كان إنسان لأنه مش إله بس يلا نحب الناس زيه يلا نبقى متواضعين زيه يلا نسامح زيه يلا نتكلم زيه يلا نصلي زيه يلا نصوم زيه يبقى جاء لإيه يعلمنا وعشان كده لما ابنك يسألك هو ليه يسوع يصليه لو قلت له عشان يعلمنا صح ليه بيصوم مش هو ربنا أه بس هو كمان إنسان فعاوز يعلمنا الصيام صح يبقى تجسد ليه وخلصنا ويعلم ضمنياً اللي اتنين دول يوصلوا لإيه ليقدسنا إحنا تنجسنا تشوهنا فسدنا الموت ضرب في جتتنا الخطيئة سيطرت علينا القداسة اللي هي صفة الله بقت بعيدة عننا خالص لما اتحت بينا تعبير أسان ياسوس أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له طب أنا اللي عندي إيه خطيئة هياخد الخطيئة يشلها على الصليم طب أنت عندك إيه خط قداسة يبقى المسيح لما اتحت بطبيعتنا نقل القداسة منه إلى طبيعتنا عشان كده نقول له باركت طبيعتي فيك أكملت نموسك عني أنت صلحت اللي أنا خربت أنت جيت تديني قداسة وأنا مش وش قداسة لأنك خدت الطبيعة الفزدة ودتني طبيعة جديدة بالروح القدس كل دي بركات التجسد يبقى المسيح جاه احفظوها يخلصنا ويعلمنا ويقدسنا سهلا سؤال الثالث دي برشامة عشان الامتحان قبل عيد الميلاد ليه المزود وبيت لحم ايش معنى ما طبعا المسيح كما ممكن يتولد في روما ساعته او في واشنطن النهار دي قلوه في القرى افقر منه غني يعني اقصد العالم عادة 80-85% فؤرة لما تدرسوا التاريخ تلاقوا ما جاش وقت كان فيه الأغنية أكتر من الفؤر دايما دايما الفؤرة أضعاف الأغنين لغاية النهاردة الفؤرة في العالم أكتر من 80% فالمسيح له الماجد جاي للشعب فلازم يجي من الحساب الفؤرة وإلا ما يبقى اسبت على الأل غني ينفع يتعامل معالك لو المسيح جاي غني الفقير مش هعرف يوصل فربنا يسوع اختار انه يبقى فقايري فقايري في اختياراته كلها من أول العدرة فقيرة بيت لحم بلد فقيرة المزود فقير يبقى هو جاي للفؤر دي بقى أول قعد تاني حاجة بيت لحم معناها بيت الخبز والمسيح له الماجد أصد انه يشاور على حاجة مهمة قوي انه هو نفسه جاي يبقى ايه يبقى خبز الحياة صمت الفكرة لدرجة كيرولوس الكبير اللو تعبير دايما أنا أحب أفتكره كل عيد ميلاد يقول تجسد ابن الله في مزود حتى الذين صاروا حياتهم كالبهائم متى أكلوه يستعيدوا إنسانيتهم المفقود تاني مولا مؤخزة البهائم كانت تبص على المزود كانت تاكل من المزود واخذين بالكم في ناس بالخطية نزلت من مستوى الإنسان لمستوى الحيوان فهمين الفكرة؟ فربنا يسوع لما ناكل جسد ودمه نترأى من مستوى ما تحت الإنسان إلى فوق الإنسان فهو جاي عشان يتاكل عشان لما ناكله نحيا به نحيا به نحيا به بقى نحيا في قدسين فهو بيقول المسيح أصد من البداية ييجي يقول أنا هتاكل هتاكل بطريقة بسيطة وسازجة ففكرة بيت لحم ومزود عشان يقول أنا هو الخبز النازل من السماء من يأكلني يحيا به من يأكلني يحيا إلى الأبد من يأكل جسر يثبت فيه وأنا فيه يبقى الإفخارستية اللي احنا فيها في العهد الجديد ما كانتش معوجودة في العهد القديم طبع ليه؟ لأنها لازم تيجي بعد التجسد المسيح لما تجسد ترك لنا جسد ودم ناكله نعيش به إلى الأب كمان ربنا أصد أنه يتمم نبوات بمعنى إيه؟ عشان الناس تتأكد أنه دا ما كانش صدفة كل حاجة بتحصل في أحداث الميلاد سبقوا الأنبياء وشكلموا عليه مثلا ميخة في خمسة يقول أنت يا بيت لحم لاستي الصغرى بين ولاية يهوزة في أعشعية مثلا يقول هل عزراء تحبل وتالد ابنا وهكذا النبوات بتأكد التفاصيل بتاعة الميلاد أربعة للعدرة بالذات ممكن واحد يفتي ويقول تميت ولد ولادة عادية وخلاص راجل وستة وخلاص أولا لازم ربنا يسوع يكون متميز عن كل البشر قديس أسناسس في تجسد الكلمة قال هل رأيتم نبيا ولد من عزراء أو هل رأيتم رسولا ولد من عزراء إنما إله الأنبياء والرسل يولد ولادة فريدة فيبقى لازم المسيح في ميلاده يبقى ميلاده معجزي ميلاده فريد من نوعه ما ينفعش يبقى زيه زي بقية البشر مع إنه واخد إنسانية حقيقية ما خلي بالكم هو واخد جسادنا ودمينا لحمينا ودمينا إنسان زينا لكن ولدته من عزراء بشكله معجزي تؤكد تميزه إنه كإنسان ينوب عننا كلنا في نفس الوقت لا يحمل الخطيئة الجدية زينا لأنه ما جاش بالتناسل الطبيعي واخذين بالكم ما ينفعش هو نفسه يقول بالخطايا ولدتني أمي ما ينفعش هو يقول كذا كمان ميلاده من عزراء ليه المسيح مش فجأة ظهر كإنسان لا لو ظهر كإنسان يبقى لا ينتمي البني آدم العدرة بني أدماية فلما يتولد من العدرة يبقى ابن آدم يبقى ابن الإنسان يبقى إنسان بجد إنما لو المسيح ظهر بدون ما يتولد ولادة بشرية طبيعية يبقى طبيعة مختلفة عننا يبقى مش إنسان بجد يبقى كده وكده يبقى منظر لكن ولدته من عزراء ده تؤكد إنه إنسان بجد مولود من العدرة زي كل واحد فينا له أم كمان أبوه هنا ما ينفعش يبقى إنسان لأنه ابن الله بالحقيق فعشان يبقى ابن الإنسان من جهة أمه وابن الله من جهة أبوه فيجمع في طبيعته لهوت الكلمة ويجمع في طبيعته ناسوت الإنساني فيبقى إله كامل وإنسان كامل فمرة نقول عليه ابن الله صح؟ مرة نقول عليه ابن الإنسان هو نفس الشخص ابن الله نور من نور إلى حق من إلى حق طيب مولود من الآب قبل كل الدور ده إله بعدين مولود من العدرة في ملء الزمان يبقى ده إنسان بجد يبقى إنسان كاملا إلها كاملا شخص واحد يبقى العدرة هنا بنسميها شريكة سر التجسد ليش دي شريكة؟ لأنها أعطت لله لحمنا ودمنا خد من أم العدرة بشريتنا تعبير ده دقيق لهوتين خد من العدرة جسمنا خد منها طبيعتنا إنسانيتنا فالعدرة لما وفقت على التجسد وقالت هو زى أنا أمط الرب ليأكل لك قولك في اللحظة دي سمحت للمسيح ياخد خلية من جسدها ويبدأ الحبل الإله فعشان كده هو إنسان ابن نس للمرأة يصحق رأس الحياة نس للمرأة لأنه إنسان كامل خمسة ليه الملائكة والمجوس والرعاة؟ وإحنا دخلين على عيد الميلاد عندنا هيصة جميلة ممثلة في ثلاث فئات كل عيد نفتكر الملائكة بيهيصوا مجدوا لله في الأعالي وبعدين الرعوة يجروا ويعيدوا وبعدها بشوية المجوس يجوا يزجدوا ويفتحواها دياما الثلاث فئات دول يهمونا ليه؟ القديس بولس قال كلمة عجيبة شوي قال عظيما هو سر التقوى الله ظهر في الجسد دي فاهمين هدي؟ يعني سر المسيح إن ربنا ظهر في الجسد فبقينا نقدر نشوف ربنا ما هو المسيح هو ربنا اللي ما كانش بيتشاف لكن هو ربنا الحقيقي بس بيتشاف من رأاني قد رأى الأب ما هي؟ الذي كان من البدء هو الذي رأيناه بعيوننا طيب هل الملائكة كانوا بيشوفوا الله قبل التجسد؟ لا حتى احنا نقول بجناحين ايه؟ يغطون وجوههم ما قدروش يشوفهم طيب هم للملائكة شافوا ربنا امتى؟ لما تجسد فهمتوا الملائكة مهايبارين ليه ومبسوطين ليه؟ لأن الملائكة كمان ما شافوش ربنا عيانا بيانا غير معانا عشان كده لما يقول الله ظهر في الجسد يقول بعدها تراءة لملائكة تراءة لملائكة يعني أصبح في مجال رؤية الملائكة لأن الملائكة شايفينه خلاص زينا زيهم بالتجسد غير المرئي رؤوه لكن طبعا هو مخدش شباههم فهم بيغيروا مننا دلوقتي الملائكة ليه لأن المسيح باع واحد مننا باعش واحد منهم فعسان كده احنا كرامتنا أعلى من الملائكة دلوقتي بعد التجسد الملائك يديك تعظيم سلام انت بقيت رتبة أعلى لأنه هو المسيح مخدش شكل ملك لكن الملائك شاف المسيح زيك يوم ما تجسد من هنا نلاقي الهصة اللي عملوها الملائكة وقت الميلاد أما عن المجوس المجوس دول هتقرؤ إذا ملوكم من المشرق قد جاءوا وقالوا أين هو المولود ملك اليهود أتينا لنسجد له يبقى هنا الإشارة دقيقة قوي إن المسيح معكونوا لسه طفل مولود ده ملك وملك فوق كل الملوك فعشان كده احنا بنسجد له مع البقية بنسجد له مع الملائك المجوس سجدوا له كملك فوقيهم أدراكوا بالروح السر إن هذا الطفل مش طفل عادي ده ملك فوق فوق منهم ودول ملوك أغلى من هيرودس نفس يعني هيرودس ملك تعبان جنبهم دول ملوك محترمين عنه كتير وعشان كده معبروهش وهم راجعين فيبقى ربان يسوع عصد في اللحظة دي يشاور على طبيعته كملك الملوك ورب الأرباب ويسجد له من الملائكة والبشر وطبعا دي عملت أزمة في القرن الخامس طلع واحد اسمه نسطور في وعظة عيد ميلاد زي باع ثلاث يام كده وعظ وعظة باوز الدنيم قال ايه في القسطنطينية وقف يقول ايه بصراحة المجوس مالهم سحق يسجدوا للطفل يسوع برضو ده مجرد طفل مين بقى سمع كيرولوس الكبير بتاع مصر ساعته بطرك خمسة وعشرين انبعت له على طول تلغراف جواب فاكس كده بسرعة أخوي يا ابو هلان على الاحترام وتقبيل اليد والكلام الكبير ده اللي انت قلته ده غلط احنا بنسجد للطفل يسوع كإله لانه بالرغم من كونه طفل الكتاب قال القدوس المولود منك هو ابن الله فيسجد له وهو في بطن أمه ويحنى المعمدان سجد له وده نبي أعظم مني ومنك وهو في بطن أمه وقالي صباط الست اللي مليانة بالروح قالت أم ربي ما قالتش أم الطفل أم ربي يبقى هو أم هي أم الله والطفل يسوع هو الله المتجسد نسطور عانت بقى وبدأ بقى نزال طويل قوي لغاية ما انتهينا في مجمع أفاسوس بشلح نسطور وإيه نعظمك يا منور الحقيقي وأنا مجدك أيها العزراء القديسة إيه والدة الإله لأنك ولدتي لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح يبقى المسيح وربنا فكلها تأكيدات على لهوت المسيح وعلى أن أمه هي أم الله المتجسد ثيوتوكس أما عن الرعاة وهو برضو المسيح عاوز يقول أنا جاي إيه جاي ملك وجاي راعي فالمسيح حبي ينتمي للرعاة من داي وان لأنه عاوز يقول أنا جيت كراعي أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف فأول من احتفل بالرعاة لأنه ده بتاعهم لأنه هو راعي الرعاة وملك الملوك سيبقى ربنا يسوع له المجد إله الملائكة وملك الملوك وراعي الرعاة في مشهد واحد هو مشهد الملائكة والمجوث والرعاة سؤال ستة ليه يحنى المعمدان؟ يحنى المعمدان متداخل معنا كل شهر كياك أول حد في كياك بنسمع إيه العيس الملائكة يقول زكريا هتجيب يحنى زكريا يعصلك ما يتكلمش الأسبوع اللي بعده رئيس الملائكة يظهر للعدرة يديها البشارة الأسبوع الثالث العدرة تروح لقالي صباط عشان قالي صباط شايلة يحنى فيحنى في الأسبوع الثالث يركض أو يرتكت في بطن أمه يسجد للمسيح في بطن العدرة بعدين الحبد مبارح يتولد بقى يحنى والدنيا بقى إيه؟ تبقى على سنجة عشرة بقى وزكريا يقول تذبحها بتاعته استعدادا لأنه يحنى تولد يبقى اللي جاي ورى منه بقى إيه؟ ربنا له المجد فليه يحنى المعمدان؟ لأن ربنا يسوع الله الخالق اللي خلق الكون ده كله عشان يجي الدنيا لازم أعظم إنسان يتقدامه فأعظم إنسانة تبقى أمه وأعظم إنسان أعظم من كل الأنبياء والرسل لازم هو اللي يتقدم الطريق أمانه لأنه إذا كان المسيح هيشرف البشرية يبقى أقل ما فيها أكبر أهم واحد في البشر يقف في استقباله فمن هنا يحنى المعمدان بتعبير المسيح أعظم مواليد النساء لأنه هو اللي استحق إنه ياخد لقب المتقدم المتقدم أو السابق يعني إيه؟ اللي جاي يقول المسيح ده وراي بيشاور على المسيح وكاد حياة يحنى كله عبارة عن كده بيشاور يأتي بعدي من كان قبلي الذي هو أعظم مني أنا لسنو مستحقا أن أحنحني وأحلس يور حزاؤه هو كان قدامي وبيكلم عنه أنا أنا ما سهلش أنا ما كنش عنده عبد حد يحنى المعمدان كمان خد لقب صديق العريس ليه؟ لأنه هو اللي قال على نفسه كده قال من له العروس فهو العريس يعني البشرية دي بتاعة المسيح ده فالمسيح يخطب البشرية كل الناس ملكه هو صاحبهم هو خلقهم هو مخلصهم أنا بقى صاحبه فنقف فرحان لما لقى الناس كلها دخلة في حضنه فيحنى الروح القدس خلع عليه هذا اللقب صديق العريس ليه؟ كأن يحنى بيقول لنا في العهد الجديد إيه رأيكم ربنا جاي صاحبنا ربنا جاي يصادقنا ربنا بيشتري صداقة الإنسان ودي أول واحد خد لقب الصديق يحنى المعمدان فبقت الدعوة لكل العهد الجديد ما تيجوا تصاحبه ربنا ربنا جاي بقى عندنا دخل بيوتنا دخل حياتنا دخل طبيعتنا فأصبحنا كلنا معروض علينا صداقة الله من خلال يحنى المعمدان لأنه صديق العريس يقف ويسمع ويفرح فرح كمان يحنى المعمدان خد لقب الشاهد الشاهد والصابخ يعني إيه؟ الشاهد لأنه قال أنا قد رأيت وشاهدت بعد أسبوعين هنسمع اللحن بتاع يحنى لحن مشهور في الغطاس لأنه بيقول أنا شغلتي أنا قد جئت لأشهد الذي أرسلني قال ليه الذي طرى الروح نازل أنه مستقرا عليه هو الذي يعمد بالروح القول وأنا قد رأيت وشاهدت فبقى أصبح لقبه الشاهد يعني إيه أنا جيت أشهد هو ده المسيح وقال أنا لم أكن لأعرفه أنا ما كنتش أعرف لكن اللي بعثني أيل لي أنت هتعرفه من الروح القدس اللي يحل علي وأنا جيت عشان أظهره عشان الناس تعرف السابق خد بقى فكرة إيه؟ المعمودية أن يحنى المعمدان خد مكانة أنه مسح المسيح أو صبغ المسيح بالمعمودية لما المسيح قال له اسمح الآن ينبغي لنا أن نكمل كل بر يحنى المعمدان زي تعبير واحد من القدسين اليد الذي خلقها المسيح أخذها ووضعها على رأسه وقال له اسمح الآن يعني إيه هو مين يحنى؟ يحنى ده مخلوق ربنا اللي خلقه إنما من اتضاع المسيح خد إيده وقال له حط إيدك على رأسي أنا إيه؟ أقبل هذا إن أنا كإنسان لازم أتعمد في يحنى المعمدان احتفل معانا بالثيوفانيا كشف لنا عن سر المسيح عمد المسيح في الأردن فأصبح كل ده كان ضروري يحنى يصبق المسيح وأول ما المسيح بدأ خدمته يحنى مشي خلاص لأن يحنى كان قال أنا جاء عشان المأمورية دي بس إنما أنا مش قاعد وآخر التلميذين كانوا لازقن له ووزعهم قال لهم روحوا شوفوا ده مين ده اسألوا أنت القاتي ولا حد تاني عشان لما يحبوا المسيح يمشوا وراه وينسوا يحنى وقال أنا ساعتي قد كملت أخيرا بقى آخر سؤال ليه أطفال بيت لحم؟ من أحداث الميلاد أخبار كلها مفرحة وفجأة يجي خبر كده يوجع القلب كله وأنا طبعا عملت الموضوع ده عشان البطروسية يعني إنه سايفين يحنى بيتولد خبر حلو زكريا بينطق ويسبح كم أخرص خبر حلو الرعام هيصين جميل الملائكم هيبارين حاجة عزة المجوز جايين من آخر الدنيا والنجمة بيتحرك كلها أخبار حلوة 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 وفجأة يجي خبر يسد النفس أطفال أبرياء بالمئات بيستشهدوا وبدون أي زنب على يد واحد مفتري طب ليه؟ ليه؟ طب ما كان ربنا ممكن يمنع كان ممكن يمنع الإرهاب إنه يدخل الكنيسة يعني يا شغلة؟ وكان ممكن يمنع هيروديس إنه يفتري على العيال طب ما هيروديس بعدها بشوية مات موتة وحشة طب ما كان يموت بدري عن كده وخلصنا وكانه العيال تعيش فدايما مع الأسئلة الحلوة كلها يجي سؤال كده إيه؟ من النوع اللي بيوجع القلب ليه؟ ليه وسط العطايا دي كلها المسيح جاي خلصنا يوحنى جاي يشهد له الملائكة جاي شايفة وبتسجد له الملوك بيكشفه عن ملكه الرعاة بيكشفه عن هويته كراعي بيت لحم متشرفة كل الفؤرة بقوا فرحانين المسيح فقير زيهم واحد منهم وبعدين يجي الخبر ده ليه وسط الأفراح دايما في أحزان؟ ليه وسط النعم الإلهية المجانية تيجي تجارب وضيقات بدون مقدمات؟ ربنا عاوز يثبت مفهوم مهم إن الموت هو طريق للحياة الموت طريق للحياة المسيح جاي وهو شايف صليبه من الأول من أجل هذه الساعة قد أتيت إحنا كطبعا محبب علينا المسيح يقعد ويملكه خلاص قال لا لا مملكتي مجيش كده أنا هملك على خشبة وكل اللي عاوزين يملكه معايا لازم يموتوا معايا فرباني ياسوع جاي من الأول يعلن برنامجه اللي هيمشي معايا اللي هيلزق فيا اللي هيحبني اللي هيبقى تابعي هيموت في الدنيا دي مالوش مكان في الدنيا دي هيعيش شهيد أو هيعيش بنفسية شهيد هيعيش مستعد للموت لأنه مالناش في الدنيا دي نصيب فهنا فلسفة أن يبقى فيه أطفال أبرياء بيموتوا ضحايا ده عشان ربنا يورينا قد إيه الدنيا محشى وقديه السام حالو وأنه دي طبيعة الطريق كده طريق للسمى في وجع في عياط في بكاء في نوح في عويل في صليب في دم لكن ده طريق السام ويبقى أول أطفى أطفها المسيح كده وهو بيتولد هم أطفال بيت لحم أول أطفى للبشرية في العهد الجديد كمان أطفال بيت لحم بيعلنوا المفهم الكتابة إن إحنا كلنا كمسيحيين بنموت معه ونموت عشانه إحنا يوم ما تعمدنا حصل إيه دوفنا معه في المعمودة يوم ما بنتناول بنقول إيه أعترف إلى النفس الأخير يعني مستعدين نموت عشان فإحنا عايشين من أجلك نمات كل النهار اللي عاوز يمشي وراي يشيل صليبه كل يوم يعني يبقى مستعد للموت فأطفال بيتلحم بيشوروا لنا على الصليب بيقولوا لنا دي تتسك ده طريق السامة ده طريق القيامة ما تتخضوش ما تنزعجوش هنا زمان البكاء هناك زمان الفرح هنا ونتوجع شوية هناك مفيش وجع خالص هنا إحنا بنقول ملناش في الدنيا الشاطر اللي يمشي بدري أخيراً أقول إن الأطفال دول بيشوروا على حكتين مهمين قوي في المسيحية إن الشاطر اللي يبقى طفل والشاطر اللي يبقى شهيد فيبقوا أشطر ناس هما الأطفال الشهداء إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال مش هتدخلوا السامة ومين أشطر مسيحي؟ هو اللي بيموت من أجل المسيح فهم من غير ما يفهموا قدموا الصورة المثالية عن الطفل الشهيدة البراءة كلها وكمان باعوا حياته أو يعني أخذت منهم حياته فيبقى كل واحد فيه نباصص لأطفال بيت لحم بيقولهم من قلبه يبختوكم زي ما إحنا كلنا قلنا الشهداء البطرسية يبختوكم يبختوكم لأن انتم وانتم بتحبوا ربنا قبل أكساتكم زبيحة خد حياتكم منكم زبيحة استحقتوا لقب الاستشهادوا ساعة يطلع السؤال أخطيت ما تزعلوش استخيف هما دول يعتبروا شهداء ولا لا طبعا شهداء طبعا شهداء لأنه إن كن أطفال بيت لحم اللي محدش خد رأيهم بقوا شهداء وليهم عيد سنوي عندنا يبقى دول شهداء برضو مش لازم نسأل الشخص إذا كان مات من أجل المسيح يبقى بدون سؤال هو شهيد وواخد مكانة عظيمة في السم يبقى ليه أطفال بيت لحم زي أي سؤال ليه ربنا بيسمح بالواجعة لأن الواجع طريق الإبادية لأن مفيش أيامة من غير صليب لأن الباب ديق هو اللي بيدخل على السم يبقى أنت مستغرب لأن يكون في أطفال بيت لحم وفي كل جيل في شهداء زي بيت لحم بيشاوروا على السكة وبيرجعوا معنا المفهوم أنه ليست لنا ها هنا مدينة باقية ولكننا نطلب العتيدة بإلهنا كل ما كذكره من إلهنا كل ما كذلك